يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين على الرغم من فقدانه البصر بالولادة إلا أن ذلك لم يمنعه من الاجتهاد في حفظ القرآن الكريم كاملا دار عامر واضبا على حضور دروس القرآن والتلاوة في مسجد المصطفى ومركز تعليم أصول القرآن الملحق به في منطقة العامرية في بغداد بدأت وأتعلم معهم حكام التلاوة والكثير من الأمور العلمية جاهم الله خير فالإخوة قالوا لي أنت عندك تستطيع أن تحفظ القرآن قلت نعم أنا عندي موهبة ولله الحمد كانوا الإخوة جاهم الله خير يردوا لي رقم الهاتف مرتين أو مرة وأحفظه ولله الحمد فقالوا لي يعني يستغل هذه الموهبة جاك الله خير ضاري أكد أن رواد مسجد المصطفى قدموا له يد العون في حفظ القرآن الكريم وتعلموا تلاوته وفق أصولها الإخوة جاهم الله خير اعطوني هذا القرآن الناطق يسمونه المصحف القارئ اللي بيه مثل القلم بدأت أحفظه لله الحمد حفظه جزء عم وحفظه الخمسة الأجزاء الأخيرة بدأت أحفظ آيات متنوعة من كتاب الله بدأت أسمحه عند الشيخ أبو محمد جزاء الله خير أخونا نحبه في الله بدأت أحفظه وهو يسمع لي ويعلمني وهذا منذ خمس سنوات إلى الآن هو كان معي القائمون على مركز المصطفى قالوا إن إصرار الضاري على حفظ القرآن الكريم وحضور الدروس الخاصة بالحفظ أهله لأن يكون إماما للصلاة الجامعة في مسجد المصطفى كانت لديه همة عالية ويعني ما شاء الله أشطروا الطلاب وأحسنوا الطلاب التزاما رغم أنه ضرير وما عند أحد يقوده لكن أينما يجد أحد يقوده يجي للمسجد ويجي للمركز القرائي في بعض الأحيان اللي ما يقدر يجي للمركز القرائي يتصل بيه على واتساب ويأخذ درس ويلتزم بحصته يعني التزام كامل الحمد لله ضاري طالب الجهات المعنية بالالتفات إلى حالته وأقرانه من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم للتخفيف عن قسوة ظروفهم المعيشية هذه الشريحة من المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة اللي مثلي واني من ضمنهم طبعا اللي أنا ممثل عنهم يعني الناس وضعيتها تعبانة الآن هذه الشريحة من المجتمع الكثير من الناس وضعيتهم تعبانة جدا واللي أنا من ضمنهم يعني الآن يجب من الحكومة الجهات المختصة الجهات المسؤولة أنه تهتم بهذا الأمر جدا يعني أنا الآن ساكن في منزل تجاوز يعني لا أملك منزل مثلا أنا ما عندي راتب شهري وكغيرها من الشرائح الاجتماعية المهملة يعاني ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق من إهمال حكومي في ظل وجود نحو ثلاثة ملايين معاق من جراء العمليات العسكرية وغيرها موسيقى موسيقى موسيقى